من جدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم عودة العشرة الصفحة في الاهلي وولى فقراتنا الحوارية والحقيقة ملوك وملكات مصر القديمة زي ما كانوا دايما كانوا بيظهروا على جدران الكثير جدا من المعابد دايما بنشوف ان قوامهم ممشوق ودايما بنلاقي ان هما يبدو كده من الشكل العام ان هما كانوا رياضيين وشوفنا تماثيل كتير جدا بمقاييس جمالية اكتر من رائعة فهل فعلا ملوك وملكات مصر القديمة في العصور المختلفة كانوا بيمرسوا الرياضة ولا لا او يا ترى ايه الالعاب اللي كانوا بيمرسوها هنتعرف على كل هذه الامور من خلال ضفنا اللي طبعا بيسعدنا بوجوده معنا في حالة النهاردة دكتور حسين عبد البصير وهو مدير متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية صباح الخير يا سوز كريم صباح خير يا سوزة نهواند وصباح خير على كل السادة المشاهدين اهلا بحضرتك دكتور حسين يعني موضوع حلو جدا واعتقد ناس كتير حبة ان هي تعرف لان فعلا احنا بنشوف الجدران المختلفة عليها ملوك وملكات فعلا يعني ممشوقي القوامة مفيش حد منهم مليان شوية او مش رياضي يعني هل فعلا هم كان اجسامهم كده ولا القصة لا هم كانوا عايزين يظهروا بشكل معين برضو وخلينا نعرف هو طبعا احنا عندنا رياضة في مصر قديمة ده كان شيء مهم جدا وعندنا مقابر موجودة في منطقة بني حسن في المينيا من عصر الدولة الوسطى يعني من فترة مبكرة من تاريخ الحضارة المصرية حوالي 4000 سنة من الان عندنا مناظر ليه عدد كبير جدا من الرياضيات المصريين قاموا بيها زي المصارعة زي المبارزة وعندنا الرمي بالرمحة الرماية الخيل السباحة كل الامور دي في مصر قديمة كان فيه اهتمام كبير جدا بيها لان المصريين خدماء عارفين ان رياضة كان لها دور اساسي جدا ان الواحد عمره يمتد يعيش بصحة كويسة يعني بداية الألعاب الأولمبية عندنا اه طبعا في مصر قديمة هي البداية يا سيس كريم دائما في كل حاجة يعني دائما هي الاصل لما تبدأ تدور على اي حاجة في العالم واي كتاب يكتب عن اي مثلا حتى لو عن الطهي في العالم فبتلاقي مصر هي البداية الرياضة الطب الهندسة هرجع بقى الكلام سيسا نهواند بالنسبة للملوك والمالكات عندنا في مصر دي معادة هم كانوا بيظهروا بالشكل اللي هم بيحب يبعثوا عليه في العالم الآخر لكن ده لا يتناقض مع طبيعة ان المصريين القدماء ايضا كانوا سواء ملوك او افراد عاديين كانوا بيمتازوا بالرشاقة والقوام الممشوق احنا المناخ بتاعنا مناخ يعني قد يكون حر شوية فعندنا اطاقة بتستهلك ويتم العمل سواء في الحقل او في الجيش او في المؤسسات الحكومية فكان بيقوموا بالرياضة بشكل يومي كانوا طبعا ما بيكلوش كتير عندنا واجبتين بس اللي كانوا مصريون القدماء واجبتين بس اه بيتناولوهم الصبح واخر النهار زي عندنا في الريف المصر حاليا ما حاجب بيرجعوا او مثلا في امريكا يتلاقي اللي هو الدينار اهم حاجة من الساعة خمسة لسبعة فده الاكل اللي الناس كانت بتاكله علاوه طبعا مما كانوا بيكلوا اكل يعني كله متصل بالطبيعة ولم يكن فيها طبعا الحاجات الموجودة عندنا زي الفاست فود والحاجات الشهيرة في مصر حاليا او في العالم عموما فكل ده كان بيساعد على القوام الممشوق للسياد يعني ده حقيقتهم ده حقيق شكل اكسادهم وقتها مش ان الملوك والمريكات حابين يظهروا بمظهر مخالف لطبيعتهم يعني ما كانش فيه مثلا حد مصر فرعورية عنده كيرش عندنا عندنا امثلة بسيطة بسيطة يعني هقول لحاجة حاجة هضراب لحضراتك مثلا عندنا تمثال الشهير بتاع واحد اسمه شيخ البلد ده موجود عندنا في المتحة في المصر في مداني التحرير وليه سميه شيخ البلد لان العمال عندنا في سقارة لما فيه واحد خاجة اسم مريد بيكتشف مقبرة هذا الرجل في سقارة فشافوا هذا التمثال ولقوا يعنيه كده ملونة او زي ما يقوله بتقشرار في الضلمة لك ده ده شيخ البلد اللي احنا دفنينه من جمعتين فاتخضوا فسابوا المقبرة وجليه فتم اطلاق هذا المصطلح شيخ البلد على هذا التمثال التمثال ده لهيئتين واحدة زي ما حاجة تفضلت كده بهيئة متراهلة هيئة طبيعية بكرشه وجسمه بدين كده حاجة يعني ضخمة وطخين وحاجة تانية فيرسلم بقى وحاجة رشيقة جدا هو امراته وتمثال معمول من خشب خشب الجميز اللي هو كان شهير جدا عندنا في مصر دي ما موجودين في المتحة في المصر في التحرير وده بيؤكد ان احنا كان عندنا هيئة طبيعية وهيئة رسمية الطبيعي حاجة بتطلع بشكل عادي جدا رسمية بتطلع الصورة اللي حاجة عايزة زي البروفايل بتاع حسياتك على الفيسبوك اللي انت عايز تبعث بها في العالم الآخر مالكة زي حاتشبسوت مثلا دكتور زي حواس اجر على شغل هو العلماء في هذا الامر لكن طبعا كانت في نهاية حياتها فاكتشفوا ان هي كانت تخينة كان عندها سكر وماتت عندها خمسين سنة الفنانة الهام شهين كانت عايزة تمثل دور حاتشبسوت لما الدكتور زي قال لها الكلام ده اتلا انا مش عامل الدور دي تاني دي 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 تخينة كانت فاكرها طبعا احنا بنشوفها في مناظر وتماثيل لها هي سيدة عظيمة حكمة مصر يعني بقوة وبحزم كانت فترة فيها طبعا هي كانت وصية على ملك اسمه حطمس الثالث وده كان ابن جوزة في البداية كانوا الاتنين مشتركين مع بعض في الحق لكن هي ازحتوا عن المشهد شوية وتولت هي السلطة وتزيت يعني لبسة لبس الرجال حتى في الهرغليفي كانت بتستخدم مثلا الضمائر اللي بتكلم عن الرجالة مش الستات يعني مثلا وظهر لها تماثيل برضو بداء اللحية بتاعة الاستعارة لانها طبعا عايزة تبان في عيون الشعب ان هي قادرة على حكم البلاد وفي نفس الوقت عملت قصة كده ادعت فيها ان هي ابنة الاله امون رع من صلبه على اساس انها تبان في عيون الشعب لان وجود المرأة على الحكم ما كانش هو الشكل المتعرف احنا عندنا الملك هو حورس على الارض فلازم بيكون ذكر فيها في حالة استثنائية حبت تبين للناس ان هي لا تقل عن الملوك الزكور وبالفعل كانت ملكة عظيمة وعملت رحلة بنت عملت مهبة الدير البحري وحاجات عظيمة جدا من عهد هذه الملكة العظيمة بس عندنا ملكات كتير رغم برضو التفكير الزكوري اللي مش عارفة ازاي بقاله سبعة تلاف سنة ده كتير لا احنا عندنا ازحت الراجل ازحت علشان تفكير زكوري لا اخد يبال حضرتك احنا عندنا اخي ما هي تشبهت بالرجال علشان يأمنوا بيها ما هو طبعا ده المفهول بس طبعا هي ما كانش يعني حد ضدها في هذا الامر وبدليل عندنا ملكات من الأسرة الاولى نيت حطب أم الملك نارمر اللي هو نارمر اللي هو واحد القطرين ده يعني الست دي كانت يعني سيدة عظيمة جدا وحكمت منذ الأسرة الاولى واحدة تانية كانت وصية على ابنها فالملكات في مصر قديمة كان لهم دور مهم جدا يأما تبقى زوجة للملك يأما وصية على ابن صغير لحد ما يكبر لأما تبقى ملكة منفردة زي حتشيبسوت نفرتيتا ايضا وقال انها حكمت بعد اخناتون فترة زمنية يعني مش قليلا نرجع بقى للملوك الرياضيين عندنا ملك شهير جدا اسمه من حطب التاني ده يعد الملك الرياضي الشهير في مصر القديمة ده ابن الملك تحاطمس الثالث تحاطمس الثالث ده يعتبر نابليون العالم القديم طبعا يا التسمية ظالمة لان تحاطمس الثالث اعظم من نابليون نابليون هزم ونفيا في نهاية حياته تحاطمس الثالث لم يحدث له هذا عمل 17 حملة عسكرية نجح فيهم تدرس خططه في الاكاديميات العسكرية في جميع نحية العالم نرجع بقى لابنهم من حطب التاني كان اسمه الملك الرشيق والملك الرياضي كان مصور على لوحة بيصنف او بينشن على قطعة من النحاس بسمك 6 سنطي وعملها 14 مرة وجابها 14 مرة صح وهو راكب العربة الحربية مش واقف كده يعني شفت الدنيا صعبة ازاي وعندنا واحد تاني اسمه من حطب الاول ابن الملك احمس كانوا بيقولوا انه هو ملك الرياضي عظيم قالوا انه في النصوص انه هو كان بيمسك الاسد من ديله ويرفعه كده في الهواء طبعا يا فيها كناية بس نوع من انواع انه هو ملك له قوة بدنية وجسمانية عظيمة تحكمس الاول وتحكمس تالت كانوا بيستضوا الافيال في سوريا عندنا احنا عملنا الامبراطورية في عصر الدولة الحديثة مصر كانت اشبه بولايات المتحدة الامريكية كان سوريا فلسطيني العراء الشام ليبيا السودان كل ده يتبع مصر في هذه الفترة من عمر الحضارة فما كان يعمله فتوحات الراجل بقى بيتريد هناك زي ما الملك فاروق مثلا كان بيروح يستعد البط في ضهشور في البركة اللي هناك اللي كان بيتيجي في فترة الشتاء هو كذلك كان بيستضاد الافيال بس الواحد يقدر يتأكد ازاي من حجم مستقية هذا الكلام لان هي في الاخر هي يعني المرجعية الوحيدة وطبع هذيك قادرة مني بكتير بس اعتقد ان المرجعية المتاحة هي انه الرسومات والنوشات اللي بتكون موجودة على جدران المعابد وبطبيعة الحال فيه دايما توجه عام وخصوصا عند الملوك والملكات ان هما يظهروا نفسهم في مظهر الابطال وزي ما كنت بتتكلم من شوية برضو حتة انهم ممشوقي لقوام وكذا فنقدر نتأكد منين من صحة هذا الكلام ما اخد بال حضرتك ان حداك بتجيب مصادر عديدة لهذا الموضوع ما بتعتمدش على مصدر واحد والله بقام يبع عند حضرتك مصدر خارجي يعني مثلا نتكلم عن معركة قادش اللي عمل لها رمسيس الثاني هو اي الكلام الجماعة الحسيين اللي هو انادول تركيا حاليا قالوا كلام تاني فحداك تشوف المعركة وتشوف الملك راكب العجلة الحربية رمسيس الثاني كان من اعظم الملوك المحاربين عندنا في مصر القديمة فما مشوف المصادر التانية بتؤكد نفس الكلام اللي قاله الملك المصري لما بتشوف تعدد هذا الموضوع في كذا مصدر للملك يستك ممكن تشوفه في معبد مثلا موجود في بوسمبل معبد الرمسيون موجود في لقصر معبد سيتي الاول ورمسيس الثاني في أبيدوس فالملك ظهر في هذه المناظر في عدد كبير جدا من مصادر الموظفين نفسهم ما بتكلموا عنه مثلا تلاقي أحمس الأول احنا ما عرفش حرر مصر من الليكسوس إزاي إلا تنين موظفين عملوا سيارة ذاتية واحد اسمه أحمس بن خبط وأحمس بن إبانة فكتبوا لنا هذه السيارة الذاتية واخدناها مصدر للتاريخ الملك عمل كذا وركب العربة الحربية واحتل وطرادهم من المنطقة بتاعتهم اللي هي أوريس أو أفاريس في الدلتة اللي تلت ضبعة وراحوا إلى جنوب فلسطين حصرهم ثلاث سنين وخرجوا من مصر فكل ده بنقدر نعرفه من خلال المصادر المتعددة سواء من الأفراد أو من الملوك أو المصادر الخارجية أو مثلا الكتاب المقدس عند حضرتك مثلا ملك زي ششانك زكرة في التوراة اسمه شيشاق فبيكتب عنه فبدأنا نعرف من المصادر شيشاق حلو الششاق ودبعا هو بكرهه جدا لأنك لو سرق أسار المعبد بتاع الرب ودمر المنطقة وتجوز بنت الملك سليمان وعمل حملة عسكرية رهيبة جدا في منطقة فلسطين وموجودة عندنا في الكارنك ويعني حدث مهم لأن بعد نهاية الدولة الحديثة ده عصر إمبراطورية أن يجي لك ملك هو أصلا من أصول ليبيا مصري اتربى عندنا وتولد لكن كان جاء من الجنود المرتزقة في عهد رمسيس الثالث وتربى عندنا في الدلتة فنشأ يعني كمصري وأصبح قائد لمصر وكان قائد عسكري شهير جدا في الأسرة الـ 22 وبدأ يعمل فتحات هذه الفتحات العسكرية خليني بقى أروح مع حضرتك يعني بلاي حتة التاريخية دي مش عايدين نركز كان مقفل الاتحان في التاريخ في كل المواد سحنا لو سيب لحضرتك عارب ما ماشاء الله عليك خليني نروح حضرتك يعني أنا عندي سؤال بس قبل السؤال أنا عايزة أعرف حاجة أنا حابة أعرف مين كانت أجمل الملكات زمان ده حاجة السؤال بقى نفسه أنا عايزة أعرف برضو هل زمان كانوا بيعملوا بينسقوا بطولات رياضية زي دلوقتي ولا لا بالنسبة للملكات أجمل ملكة اللي هي نفرتاري اللي هي مرات رمسيس الثاني نفرتاري هي نفرتاري أحلى من كليوكاترا آه مش بالفي بالفاء مش بالفي نفرتاري نفرتاري بمعنى حلوتهم أو الجميلة بتاعتهم زي ما نقول عندنا في الحرع المصرية أو في الريف أحلاهم يعني فدي كانت مرات رمسيس الثاني وكانت ست مصقفة وكانت بتكتب المرسلات والمكتبات بيننا وبين ملوك الشرق الأدنى القديم أشبه وزيري خارجية مثلا أو الكاتب الملكي في البلاط الملكي وده بأكد لحضرتك أن المرأة كانت بتتعلم في مصر القديمة الستي دي ماتت في العام الرابع والعشرين من حكم رمسيس الثاني كانت زفيفروتوان أفضل واحدة عنده كان بيقولها التي من أجلها تشرق الشمس يا سلام وجميلة الحب وحلوة المحاية المحاية عن الوشة أو الوجه بنالها معبد جنب المعبد بتاعفى بسيمبل يعني كانت حلوة فعلا جدا جميلة ولها مقبرة من أجمل المقابر موجودة عندنا في ودي الملكات في البر الغرب اللقص راحك روحتي تدفع 1200 جنيه عشان تزوريها يعني ممكن تزوري مقابر تانية بسعر أرخص دي وسيتي الأول من أغلى المقابر عندنا في البر الغربي ودي الملوك ودي الملكات حاديك تشوفي الفن الجمال الستة زي وقفة اللبس بتاعها القوام الممشوق العينين واحنا ما فيش حد في جيلنا شبه الفراعنة خالص والله حاديك شكلك فرعوني أيضا يعني ما فيش وأساس كريم برضو نفسك أكرف على الفيديقين لا لا حاديك تدي مصر حاديك بسكندراني برضو فيه جزء جريكو رومان عندك بس بس احنا مخلطين قوي هوا بصي احنا كمصريين احنا خليط بنسمع الجنس السامي الحامي يعني الحامي اللي هو الافريقي والسامي اللي هو بيجي من منطقة السامي اللي هي الشرق اسيا اللي هي جنوب غرب اسيا منطقة اللي هي سوريا وفلسطين فاحنا خليط بين الجنسين عندنا الصفات اللي هي السمراء والصفات اللي هي البيضاء اللي نتجانس حصل في مصر عبر فترة زمنية طويلة نخش بقى على الألعاب البطولات الألعاب عندنا مقابر موجودة في منطقة اسمع بني حسن بني حسن دي في المينيا من الدولة الوسطى بنشوف مناظر المسارعة وأعداد كبيرة جدا وحاك تقدر تشوف مثلا حوالي 80 سين مشهد وارباعد مترتبين لكنك بتشوف مشهد سينمائي بتشوف ألعاب عديدة في هذه المقبرة لأن طبع الفترات دي كان فترة في نوع من أنواع الاتراب السياسي بعد كان عندنا عصر انتقال أول في مصر وقعت فيه نوع من أنواع عدم فوضى وعدم موجود سلطة مركزية ما فيش مالك من حكام الأقليم جم وحده مصر في هذه الفترة في حكام تبدأ تشوف المناظر أولا بيبدأوا يعني كان في حكام أقليم يعني زي المحافظين حاليا بيتصارعوا بينهم من بعض على سلطة الدولة في غياب وجود ملك واحد زي ما كان في عصر الدولة الأديمة بعد كده دول بدأوا يتدربوا طبعا عشان يبدأوا يستعدوا بدأنا نعمل حملات بقى في الشرق الأدنى القديم سوريا وفلسطين في السودان مصر بدأت تظهر فمن خلال هذه الحملات وهذه الاحتفالات بالرياضة كان فيه تدريبات بس ما كانش لارج سكيل ما كانش حاجة كبيرة جدا زي مثلا كان بيحصل في اليونان القديم لا في مصر دي ما كانت موجودة بس على نطاق محلي داخل المحافظات أو الأقليم في هذا الزمن لكن كان فيه يعني ألعاب بعينها أو رياضات معينة بيمارسها عامة الشعب ورياضات تانية مقصورة إلى حد مبير على الملوك والملكات ولا كانت رياضة وطبعا يعني عندنا زي ما قلت حاجة مثلا من حاطب التاني ده كان أستاذ كبير جدا في ركوب الخيل وأنه كان بيركب العجلات الحربية وكان بيتصارع وكان ممكن يروح يعمل حملة عسكرية ويجيب مثلا ناس من الأعداء ويعلقهم مع المركب أبسايد دون يعني رأسه تحت لفوق عشان هو انتصر عامة يتمردش ضد مصر تاني سواء في الجنوب أو في الشمال لكن الرياضات كلها كانت كل بيلعب المبارزة وفيه رياضات الفكرية زي شطرانج لعبة كان اسمها السنت تلاقي الراجل قاعد ومراته بيلعبوا لعبة اسمها السنت حدك تبدأ تعمل حاجات كده تتجوز عشان تنتصر في العالم الآخر على خوة الشر اللي بتواجهك بحيث ان انت تبعث في العالم الآخر في عالم أبدي بقى هي دي الحياة وهي دي الحياة المهمة الحضارة المصرية كانت حضارة تقدس الموت والحياة في نفس الوقت وفي نفس الوقت الموت كان بالنسبة لنا بوابة للحياة في العالم الآخر اللي هي الحياة الأبدية المراشفة لذلك عملوا البعث والخلود عملوا المعابد عملوا المقابر وده الهدف من الحضارة المصرية القديمة الديولوجيات المختلفة في فكرة الموت والبعث وغيره موجودة يمكن من وقت الفراعن لحد هذه اللحظة فيه اللي هي ري انكارناشن اللي هي ان احنا كنا قبل كده موجودين والواحد بيفكر لو احنا كنا قام الفراعن هل كنا ملوك واللي عارف اللي بيمسك الريشة دي انا كنت غالبا لحبا من العبيد غالبا احنا عندنا في مصر قديمة يعني كان عندنا مصرين قدماء عدد حوالي مليون واحد تمام وهي بالنسبة الناس اللي بتعرف تقرأ وتكتب كان حوالي 2% فدول هي النسبة المثقفة من الشعب وهي دي اللي كانت بتقوم بقى بالاعمال الادارية سواء حالك انتقاءت في الجيش او وزير او موظف كبير او ملك البنات نفسهم كانوا بتعلموا زي موضت حكنا في التاري تعلمت وفي نفس الوقت كان عندنا المعبد هو اسمه بير عنخ مؤسسة كده يعني بيت الحياة دي الناس كانت بتروح فيها تتعلم بقى الكتابة والقراءة والحساب لان ده مهم جدا لان لازم تأسس الجيل عشان يقوم بالدور الاداري للدولة المصرية وان حضرتك كاتبة في مصر قديمة او كاتب في مصر قديمة دي حاجة فيري بريستيجيوس يعني تشوفي وزير ملك مصور حور محاب مصور نفسه على هيئة الكاتب وبعد كده بقى ملك لان دي في حاجة ذاتها نوع من انواع الوجهة لان انت كده يعني بيجي لك الحكمة من الالج حوتي الالحكمة وبتكتب وبتدون فانت بتسجل افكار واخد بقى لحضرتك الفكر هو وراء مصر القديمة لولا الكونسفت لولا المفهوم ما كناش بيننا اهرامات لولا المفهوم ما كناش عملنا معارك حربية ولولا الوقت كنا كملنا والله الموضوع حقيقي فعلا شيق جدا ما كلمتش لسه عن حاجة لا تحتام رشتك وغني ومليان تفاصيل كتير لو بتابع حضرتك من امريكا دكتور حسين توعدنا ان احنا هنهم المسا ممكن كل اسبوعين حلقة لان بجد يمكن احنا بنتكلم على نستالجيا الاهلي بس برضو لو تكلمنا على فكرة تانى النستالجيا والعودة فكرة الرياضة تحديدا ليه الفراعنة وهذه الفقطرة يعني الحقبة الزمنية العظيمة اللي لحد دلوقتي بنفتخر بيها يمكن يبقى فيه برضو كلام كتير قوي نقوله احنا عندنا حدثين الرئيسة عملهم من الفترة اللي فاتت المميوات والكباس وعندنا مجحف كبير ان شاء الله على 4 نوفمبر نحتفل بمئة سنة على اكشاف مقبرة توتانج خامون ومتين سنة على اكشاف شامبليون لغة المصرية لدي ما فيه احداث كثيرة جاية ان شاء الله كل جميع نتكلم فيها لما هلقنا نورنا مرن تاني نورتنا المتحف اليونان الروماني كمان نوريب ان شاء الله المتحف اليونان الروماني ان شاء الله ده نور حضرتك سعيد جدا موجود معك شكرا جزيلا احنا عنات العفاصل يا حضرات ومجرد العودة منه نبتدي بقى مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقة المخضة خليكم معا